السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم حدثنا اليوم عن شخصية رياضية مصرية عالمية هنتكلم عنها وعن نشأتها وعن حياتها كل حاجة الشخصية بتاعتنا النهاردة شخصية محمد صلاح محمد صلاح حامد محروس غالي لاعب كرة قدم مصري يلعب في مركز الجناح الايمن مع نادي ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز ومنتخب مصر ولد محمد صلاح في 15 يونيو 1992 في قارية نجريج التابعة لمدينة باسيون في محافظة الغربية ولم يساعد الحظ محمد صلاح على الالتحاق بالجمعة بل فضل الانضمام الى معهد اللاسلكي بسبب الظروف المالية الصعبة التي عاشها بالاضافة الى عشقه لقرة القدم ولم يقدر على الالتحاق بالسنوية العامة في مدينة باسيون بسبب رغبته في البقاء بالقاهرة للانضمام الى نادي المقاولون العرب نشأ محمد صلاح في اسرة بسيطة مكونة من اب يعمل في التجارة وام رب تمنزل واخ واخت وكانت ظروف الاسرة المالية الصعبة عائقا بينه وبين الالتحاق بالجمعة وعن مؤهلات محمد صلاح الدراسية فقد التحق بمعهد الدراسات المتطورة بالهرم فيما ألغي التحاقه بعد شهرين فقط بقرار وزير التعليم العالي لانه خريج سانوية صناعية عام الفين وتمانية وحاصل على مجموع اتنين وخمسين في المية فقط بينما تبلغ نسبة القبول بالمعهد تمانية وتمانين في المية في تمنتاشر ديسمبر عام الفين وتلاتاشر تزوج محمد صلاح من ماجي محمد زملته بالمدرسة ابنتهما مكة من موليد الفين واربعتاشر سميت بهذا الاسم تيمونا بمدينة مكة المكرمة ولديه ابنة اخرى اسمها كيان ولدت في عام الفين وعشرين ويأتي السبب وراء سرعة زواجه انه اراد الاستقرار مبكرا وخوفه من تردد شائعات عن علاقة بينه وبين اي فتاة اوروبية مع احترافه في بازل السويسري واصر صلاح على استحاب اسرته معه في سويسرا اثناء احترافه في بازل وانجلترا في فترة اندمامه لفريق شيلسي ولم تتمكن اسرته من السفر الى ايطاليا في بداية احترافه في بيورنتينا بسبب عدم اصدار جواز سفر لنجلته مكة ولكنهم انضموا اليه بعد ذلك محمد صلاح مسلم ويحتفل بالاهداف التي يسجلها من خلال السجود وبخصوص احتفاله الشهير بالاهداف بهذه الطريقة قال محمد صلاح لشبكة سي ان ان انه شيء مثل الدعاء او الشكر لله على ما حصلت عليه انه مجرد دعاء ادعوه لتحقيق الفوز لقد اعتدت على فعل ذلك دائما منذ ان كنت صغيرا في كل مكان بالنسبة لاعمال محمد صلاح الخيرية فمن المعروف عن محمد صلاح مساهمته في الكثير من اعمال الخير حيث تبرع لجمعية اللاعبين القدامى حيث اوصل رغبته بالتبرع للجمعية وتمولها لسد احتياجاتهم كخطوة ايجابية من اللاعب بها وفاءا لرموز الكرة المصرية كما قالنا محافظة الغربية عن تبرع محمد صلاح لانشاء معهد ديني كما قالنا محافظة الغربية عن تبرع محمد صلاح لانشاء معهد ديني حيث وضع مبلغ 8 مليون جنيين لبناء المعهد الازهري ووحدة حضانات ووحدة تنفذ صناعي بقرية نجريج مسكت رأسه وقام محمد صلاح بالتبرع لانشاء قسم خاص للحضانات بمستشفى نجريج مسكت رأسه وذلك بعد وفاة عدد كبير من الاطفال بسبب عدم كفاية الحضانات حيث أبلغه الطبيب صديقه بتلك الأزمة ولم يتردد محمد صلاح وسعى لحل تلك الأزمة بكافة مساعيه وقام أيضا بالتبرع لتطوير مدرسته التي تخرج فيها في مرحلة الطفولة عن طريق تغطية الفناء بالرمال حفاظا على حياة الأطفال الذين يدرسون بالمدرسة وتبرع محمد صلاح أيضا لانشاء وحدة للغسيلة الكلوي بقريته لعلاج المرضى من أجل تسهيل التكاليف عليهم ومساعدتهم للشفاء من ذلك المرض والوقوف بجوارهم وحرص محمد صلاح على تحمل تكاليف إنشاء وحدة استقبال لحالات الطوارئ في مستشفى باسيون التابع لمحافظة الغربية خاصة بعد شكوى أهالي بلدته من تدهور الحالات الصحية لعدم موجود وحدة استقبال في المستشفى فضلا عن إنشائه غرفة عمليات مجهزة على أكمل وجه في المستشفى بأحدث الأجهزة المستوردة من الخارج كما قام بالتبرع بمبلغ خمسة ملايين من الجنيهات لسندوق تحية مصر لتدعيم الاقتصاد المصري وعند تبرعه قام بمقابلة رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي والتقط صورة تسكيرية معه ومع وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز وفي أغسطس من عام 2019 ذكرت تقارير صحفية تبرع محمد صلاح بمبلغ 3 مليون دولار من أجل إعادة ترميم معهد الأورام بمصر الذي أصابته أضرار بالغة جراء انفجار أصفر عن وفاة 17 مواطن مصري وفيما يتعلق بالإعلانات التي قام بها محمد صلاح قام محمد صلاح بتصوير عدد من الإعلانات تحت إشراف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المصري وكان الهدف من تلك الإعلانات مكافحة تعاطي وإدمان المخدرات وتوعية الشباب بخطورتها عليهم وأثرها السيء على حياتهم وقام محمد صلاح بتصوير تلك الإعلانات بالمجان وكان شعار الإعلانات أنت أقوى من المخدرات أما عن عدد أهداف محمد صلاح في مسيرته فيبلغ 268 هدف في 564 مباراة حتى الآن ولكن هناك كلام آخر في أن عدد أهداف محمد صلاح حتى الآن بتاريخ 19-04-2022 بلغ حوالي 289 هدف السلام عليكم لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة